الآية الثانية من هذه التلاوة التي قرأناها والآية الثالثة مر بنا كلمة تكررت مرتين في القرآن الكريم هنا متتاليتين الكلمة الأولى وأكواب كانت قواريرا الكلمة الثانية قوارير من فضة قدروها تقديرا انتبهوا بارك الله فيكم أنا سوف أكبر لكم اللوحة حتى تظهر لكم جيدا وتدركوا معي الجانب الذي نقصده بالكلام نحن نتكلم بارك الله فيكم عن كلمة قواريرا في الموضع الأول وقواريرا في الموضع الثاني لاحظوا شكل هذه العلامة التي فوق الألف الأولى ولاحظوا أيضا هذه العلامة فوق الألف الثانية شكل السكون هنا مختلف عن شكل السكون هنا هنا السكون يأخذ شكلا طويلا كما ترون أما هنا في الموضع الثاني فيأخذ شكلا دائريا لاحظوا أن هنا السكون طويل وهنا السكون دائري تماما هذا الأول لا نسميه سكونا هذا الأول لا نسميه سكونا وإنما يقال له الصفر المستطيل وهذا الثاني ليس سكونا أيضا وإنما نسميه الصفر المستدير هناك فرق بين الصفر المستطيل وهو الأول والصفر المستدير وهو الثاني ما معنى أو ما هو العمل المترتب على كل منهما الصفر المستطيل الألف فيه تثبت في حالة الوقف وتحذف في حالة الوصل أما الصفر المستدير فالألف فيه محذوفة في الوصل والوقف يعني لو أنا أقرأ في قوارير الأولى وأكواب كانت قواريرا قواريرا لاحظوا أني أثبتت الألف لكن إذا وصلتها أقول كانت قواريرا قواريرا من فضة لا أقول كانت قواريرا قواريرا مثلا لا أفعل هذا لأن الألف تثبت في حالة ماذا؟ الوصل ولا الوقف؟ حالة الوقف فقط أما الوصل فلا بينما في الصفر المستدير تحذف الألف في حالة الوصل وفي حالة الوقف يعني لو فرضا أردنا أن نقف على كلمة قوارير في قوله تعالى في الآية انظروا قواريرا من فضة قدروها تقديرا نقول قوارير ولا نقول قواريرا كما فعلنا في الكلمة الأولى فانتبهوا لهذا إذن ميزنا بين الصفر المستطيل والصفر المستدير وقلنا أن الصفر المستطيل معناه أن الألف ثابتة في حالة الوقف فقط أما الصفر المستدير فالألف محذوفة في الوصل والوقف الألف محذوفة في الوقف طيب ممكن يسأل سائل فيقول إذا كانت الألف ثابتة في الوصل والوقف ماذا نفعل؟ لا يضعون صفرا لا يضعون صفرا لا مستطيل ولا مستدير الألف المكتوبة نقرأها أما هذه العلامة لتبين أن هناك عمل يعمل في هذه الألف